اشتركوا في القناة لساننا المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشعله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثلوا القول بالتفكير ولا تتوهموا القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلا الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجار بالقول فإنه يالم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقار كل مخلوق عزة وحكما أوسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وكل ما جاء في القرآن أو صحان المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتاويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل أهدته على ناقل اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذي ناتنا الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وقال في ذم مبتغ التويل لمتشابه تنزيله فعم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تويله وما يعلم تويله إلا الله فجعل ابتغاء التويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذنب ثم حجبهم عما أملوه وقطع طماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تويله إلا الله في قول المصنف رحمه الله تعالى وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه قال المحشي قوله وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه فيه إشكال وظاهره القول بالتفويض ولا أظن أن المصنف أراد ذلك لوجود كلام له يدل على أنه على عقيدة السلف في هذا الكتاب ونظر فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم المجلد الأول صفحة 200 وصفحة 300 وشيخنا الدكتور المحمود في تنسير لمعة الاعتقاد صفحة 35 و40 قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه إلا حاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر بما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحي رضي الله عنه أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وأمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وعلى هذا درج السلف وإمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والإهتداء بمنارهم أحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الظلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بادي أضو عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقال أمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وبصر النافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله عنه وإنهم عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعى الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها قال لم يعلموها قال فشيء لم يعلموها أولا يعلمت أو أنت قال الرجل فإني أقول قد علموها قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم قال بل وسعهم قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه وتعالى بل يداهم أرسوطة وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام وأنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقوله سبحانه وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى يحبهم ويحبونه وقوله تعالى في الكفار واضب الله عليهم وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله وقوله تعالى كرئ الله بعاذهم ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتلا حدوم الآخر ثم يدخلان الجنة فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجهده ولا نتاوله بتأويل يخالف ظاهرة ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى آمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وقال للجارية أين الله قالت في السماء قال أثقا فإنها مؤمنة رواهما لكون ابن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلى أن تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال من لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال بترقي ستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لهمني رشدي وقني شر نفسي وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء وروا أبو داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تويره ولا تشبيه ولا تمثيله سئل الإمام مالك بن عنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الإستوى غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال ونبدعه ثم أمر بالرجل فأخرج ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام هو من أذن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال سبحانه يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال سبحانه منهم من كلم الله وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فابدني وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وروا أبد الله بن نيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراتا حفاتا غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعدا كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان فواه لا إمة واستشهد به البخاري وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته فزع منها فناداه ربه يا موسى فعجاب سريعا استهناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك ولا أرى مكانك فأين أنت فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى قال كذلك أنت يا إلهي فكلامك أسمع أم كلام رسولك قال بل كلام يا موسى فصل القرآن كلام الله ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدعوى إليه يعود وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر واجزاء وأبعاظ متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال بعضهم من هذا إلا قول البشر فقال الله سبحانه وتعالى سوصله سقر وقال بعضهم هو شعر فقال الله تعالى ما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين فلما نفى الله عنه أنه شعر وعثبته قرآن لم يبقى شباة الذي لب في أن القرآن وهذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداكم من دون الله ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أبدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أكسم على ذلك وقال تعالى كافها يا عنصاد هاميم عنسي مقاف وافتتح تسع وعشرين سورة بالحروف المقطعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسن حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجرا ولا يتعجلونه وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنه اعراب القرآن يحب إلينا من حفظ بعض حروفه وقال آلي رضي الله عنه من كبر بحرف فقد كفر به كله واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف فصل الرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما حجب أولئك في حال السحط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته حديث صحيح متفق عليه وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير أصل القضاء والقدر ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور أراد ما العالم فاعلوه ولو أعصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوا خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته قالتها لا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدره وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرع وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا روى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوة الوتر وقني شر ما قضيت ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال الله تعالى لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر حدا على معصيه ولا اضطره إلى ترك طاعة قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وساها وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطاتهم وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره أصل الإيمان قول وعمل والإيمان قول باللسان وعمل بالاركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة ويهقص بالعصيان قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فاجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة